الأرقام بتتغير والطب الميزة كبيرة جداً لفيه إحنا كل أربع سنين طب تاني خالص خالص طيب قولي يا دكتور المية واربعين تسعين دي لو استمرت معاك مدة إيه أبدأ أخذ العلاج لأنه قد يكون طارق أو عارض ما هو دي بقى السؤال مهم جداً إزاي نشخص ضغط هل أنت مية واربعين سنين أنت مريض ضغط ولا بلاش مية وسبعين على مية مية وسبعين مية وعشر أنا مريض ضغط ولا لا دي نقطة مهمة اللي هي كلمة تعريف الضغط أو أشخاصه إمتى هم أنت عارف إحنا في الجامعة الأول دكتور امتياز سنة بعين نائب طبيب مقيم ثلاث سنين بعين معيد بعين مدرس مساعد إذا خدت الدكتوراه كل اللي فده أنا مش عضو هاي التدريس أنا عضو هاي التدريس يوم ما خدت الدكتوراه أما خد الدكتوراه بقيت مدرس عضو هاي التدريس أترأى أستاذ مساعد بأبحاث وأترأى من أستاذ مساعد الأستاذ بأبحاث فأنا جت في مخي فكرة بحث فلازم أستأذن أستاذ أنا رايح الصباح يا شام ومعتقد أن ده آخر يوم ليه في الأسر العين حيقول لي ايه مش طلع بره ما تجيش هنا تاني ليه يا دكتور ليه فكرة البحث حشاشي خالص يعني يعني واحد في غرزة يفكر كده قلت دخلت على الأستاذ الصبح وأنا مرعوش طبعا قلت له يا بي أنا عايز أعمل بحث مهم قال لي ايه هو كان جد جدا كانش يهزر خالص فقال لي عايز أعمل ايه قلت له عايز أقيس الضغط لطلبة كلية الطب قبلة وأثناء وبعدة لمتحان الشفوي الحالة النفسية أشوف تأثير الضغط النفسي على ضغط الدم ايه فسكت أقل من تلت دقيقة كده وأنا قلت خلاص مستني مش طلع بره قال لي برافو فكرة حلوة جدا عملنا البحث على ألف طالب مش اتنشر في مجلات دخل في كتب بره بسم الله ما شاء الله اللي أنا كنت فكره إن ده ده كان سنة كامية دكتور لا ده ما تقولش بقى عشان ما حدش يعرف سين زمان جدا أكتر من 30 سنة أكتر من 30 أكتر من 30 سنة ودي كانت تجربة جديدة وقتها بحث جديد قياس الضغط لطلبة كلية الطب قبلها وأثناء وبعد الامتحان شفك يعني أنا قبل الامتحان قسله الضغط 120-80 وهو بيمتحن بقسه الضغط ما كانش لسه في أجهزة طلعت لها تقسه الضغط الوحدة بقسه الضغط وهو بيمتحن وبعد ما امتحن بربع ساعة كده قسله الضغط تاني مش هتصدق إن فيه طلبة سجلت 200 على 120 ده رقم وكان 120-80 ورجع 120-80 موسيقى